موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا الطلبة متابعين الكرام من خلال شاشة فضائية العلاقة التربوية قدنا معكم بالاختبار الأسبوع التاسع لطلبة الصف الخامس العلمي بالفرعين الأحيائي والتطبيقي سنكون معكم ما يتعلق بالنسبة للفصل بهذا الاختبار التاسع ألا وهو الفصل الخامس ألا وهو الغاية والاستمارية وكيفية إيجاد الغاية لجزء من الدول إن كان دالة كثيرة الحدود أو دالة كسرية أو دالة داخل جذر أو دالة مشطورة ذات تعريفين نتكلم عن مثلا في السؤال الأول جد الغاية لكل مما يأتي جد الغاية لكل مما يأتي ألا وهو لمت الغاية عندما أكس يقترب منين عندما أكس يقترب من واحد لو نلاحظ أعزائي الطلبة للدالة الكسرية ألا وهو أكس تكعيب زائدين سبعة أكس تربيع ناقصا ثمانية أكس مقسوما على ثلاثة أكس تربيع ناقص ثلاثة جزيلا لو نلاحظ بالنسبة لهذا السؤال هنا ما مطلوب إيجاد الغاية عندما أكس تقترب من واحد دائما نتكلم عن لا يمكن بالنسبة لأي دالة أو الدالة الكسرية لا يمكن أن يكون المقام صفر لا يمكن أن يكون المقام صفر فلو نلاحظ قبل التعويض هنا ألاحظ مسألة قيمة المقام فهنا لمطلوب الغاية عندما أكس يقترب من واحد فلو نلاحظ هنا واحد تربيع واحد في ثلاثة ثلاثة ناقصا ثلاثة رح يكون المقام صفر وهذا لا يمكن فرح تكون قيمة الدالة غير معرفة فهنا يجب إجراء عملية التبسيط كيفية إجراء عملية التبسيط حسب ورود السؤال إن كان تحليل واختصار ويالمقام ضرب بمرافق المقام من سؤال إلى سؤال يختلف لكن هنا لو نلاحظ إن كان يمكن التحليل إجراء عملية التبسيط مع البسط والاختصار هنا ينتبه الطالب أولا لمسته بالمقام أنه وجود عامل مشترك واضح؟ وأيضا هنا من البسط اللي هو ثلاثة أما من البسط وجود عامل مشترك ألا وهو X فلو سحبنا من البسط X عامل مشترك أزاء الطلبة ومن المقام أيضا ثلاثة عامل مشترك نستطيع تحليل الحدودية X تربيع زائد 7X ناقص 8 حدودية ثلاثية يمكن تحليلها بطريقة التجربة أما المقام ألا وهو فرق بين مربعين وأيضا يمكن تحليله بقوسيا أزاء الطلبة بـ X ناقص 1 و X زائد 1 أما X تربيع زائد 7X ناقصا 8 يمكن تحليلها بطريقة التجربة فلو نلاحظ حللنا X تربيع ناقص 7X ناقص 8 فأنتج عندنا تحليلنا بالتجربة وحللنا الفرق بين مربعين هنا يمكن إجراء عملية الاختصار بين البسط والمقام مع الحدود المتشابهة فاختصرنا X ناقص 1 مع X ناقص 1 يتبقى لدينا limit X مضروبا بـ X زائد 8 مقسوما على X مقسوما على 3 مضروبا بـ X زائد 1 أيضا أنتج الدالة الكسرية لكن هنا لنلاحظ المقام أصبحت قيمة المقام لا تساوي صفر إذن هنا يمكن استخدام خواص الغايات ومن خواص الغايات تتوزع على البسط والمقام وإجراء القيمة العددية لقيمة الغاية عندما X تقترب من 1 تقترب من 1 فنلاحظ هنا عزاء الطلبة عوضنا قيمة مكان كل X بـ 1 لينتج لدينا بإجراء عملية حسابية فكان الجواب عندي 9 على 3 فيه 2 إذن يكون الناتج 9 على 6 بإجراء عملية الاختصار والتبسيط راح يكون الجواب عندي هو 3 على 2 هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى أما ما يتعلق بالنسبة للنقطة الثانية النقطة الثانية ألا وهي لو نلاحظ أعزائي الطلبة لمت عندما X تقترب من 2 تقترب من 3 لدالة كسرية ألا وهي جذر X زائد 1 ناقص 2 مقسوما على X ناقص 3 بشرط على أنه X لا يساوي 3 و X أكبر أو يساوي من سالب 1 وهي إشارة على أنه الدالة معرفة فهنا لو نلاحظ أعزائي الطلبة ريد إيجاد الغاية عندما X تقترب من 2 عندما X تقترب من 3 زين لو عوضنا الـ 3 هنا بالنسبة لمقام هذه الدالة رح يكون قيمة المقام صفر وإحنا قلنا يجب أن يكون المقام مصفر فهنا شنون نلجأ ونبسط هذه الدالة بإجراء عمليات رياضية حتى نستطيع تعويض وإيجاد قيمة الغاية عندما X تقترب من 3 فهنا بهالحالة رح نفطر على أنه صعوبة التحليل ولا يمكن فهنا رح نلجأ بضرب بمرافق الجذر والجذر بما أنه بالبص فرح نضرب بمرافق البص بص ومقام فهنا رح يكون نعكس إشارة الوسط فرح يكون جوابنا عزائي الطلبة ألا وهو لمت جذر X زائد 1 ناقص 2 نزلت الغاية بشكل كامل السؤال مالتي ضربة ببيش بمرافق البص فنزلت جذر X زائد 1 هنا زائد 2 وأيضا هنا أصبحت زائد 2 فهنا بالحالة نجرأ عملية ضرب البصت بالبصت والمقام بالمقام ما ننسى ذكرك عزيزي الطالب لو كان عندك مثلا X ناقص 1 مضروب بX زائد 1 هنا لو تلاحظ بتحليل هالحدانية أو عفوا هالقوسيين هو إرجاعهم لأصلهم هو بالأصل هو فرق بين مربعين فرح يكون X تربيع ناقص جيد ناقص 1 فهنا بالحالة يمكن إرجاع ضرب البصت هنا لو نلاحظ لأصله فهنا مربع الأول ناقص مربع الثاني أما المقام أنزل الأقواس ما عندي مشكلة به إذن هنا أصبح عندي طار من ضربة مربع الأول راح الجذر فنزل عندي X زائد 1 ناقص 2 في 2 راح يكون عندي الجواب مربع الثاني اللي هو 4 والمقام نزل كما هو بإجراء عملية التبسيط فهو 1 ناقص 4 راح يكون الجواب هو سالب 3 بإجراء عملية الاختصار والتبسيط فما بقى عندي لمت عندما X تقترب من الثلاثة لـ 1 على جذر X زائد 1 زائد 2 هنا يمكن التعويض العدد اللي هو 2 لإيجاد قيمة هذه الغاية عندما X يقترب من الثلاثة فرح يكون عندي ثلاثة زائد 1 فهو 4 وجذر الأربعة سوف يكون 8 و2 زائد 2 راح يكون الناتج هو 4 إذن بمعنى الناتج النهائي هو 1 على 4 هذا ما يتعلق بالنسبة للمن بالنسبة للنقطة الثانية ننتقل للسؤال الثاني السؤال الثاني اختارينا دالة ذات تعريفين فذكر بيلي تكون F للX لو اللاحظ X تربيع ناقص ثلاثة لكل X أكبر من الاثنين واثنين ناقصاً اثنين X لكل X أصغر أو يساوي اثنين هل للدالة F غاية عنده اثنين أو عندما X يقترب من اثنين بيين ذلك أما ب limit F للX جد الغاية عندما F للX عندما X تقترب من اثنين تقترب من واحد زين راح ناخذ المطلب الأول وهنا انتبه ويا عزيز الطالب طلب إيجاد الغاية عند الحد الفاصل بالنسبة لمن بالنسبة للدالة المشتورة إلى وهو اثنين وهنا بالحالة يجب حتى تكون للدالة غاية يجب أن تكون الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار وإن كان تساوت الغاية من اليمين مع الغاية من اليسار إذن الدالة تكون لها غاية عندما X تساوي اثنين أما إذا كانت غاية اليمين لا تساوي غاية اليسار فلا توجد غاية عندما X تقترب من الاثنين زين هسا هنا ونروح نجد الغاية من اليمين ونجد الغاية من اليمين اي على يمين لحد الفاصل اي بمعنى اشارة عندما للدالة التي مجالها لكل اكس اكبر من الاثنين فالدالة مالتي ستكون اكس تربيع ناقص ثلاث فلنروح نعوض واختارينا الدالة اكس تربيع ناقص ثلاث نعوض دالة كثيرات الحدود فنعوض الاثنين رح يكون اثنين تربيع اللي هو اربعة ناقص ثلاثة فاربعة ناقص ثلاثة رح يكون الجواب هو عندي واحد وهنا قيمة الغاية من اليمين ورمزنا لها بالرمز بنفس الطريقة نذهب لإيجاد الغاية وهنا الغاية من اليمين نذهب لإيجاد الغاية من اليسار فمن اليسار على يسار الحد الفاصل أي بمعنى لكل X أصغر من الاثنين فالدالة مالتي هي اثنين ناقصين اثنين X فرح تكون هنا أيضا أعوض مباشرة قيمة الاثنين يسأل الطالب يقول استاذ ماذا نشيل لهذه الإشارة هذه الإشارة ليست لإشارة قيمة عددية هذه الإشارة تشير المن لليمين واليسار فالسالب يشيل اليسار وهنا للاحظة هو يقع على يمين العدد وليس على يسار العدد فلو نلاحظ هنا اثنين على يمين سالب إذن دلالة على أنه إيجاد الغاية من اليسار أي على يسار العدد اثنين فعوضنا نعوض قيمة الاثنين مكان كل X فرح يكون الناتج عندي هو اثنين ناقصا أربعة فيساوي لي سالب اثنين وهذا قيمة الغاية من اليسار نجي هنا نتابع هل الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار لا بالتأكيد الغاية من اليمين لا تساوي الغاية من اليسار إذن الغاية غير موجودة عند X يقترب من الاثنين لأنه L1 لا يساوي L2 أي بمعنى الغاية من اليمين لا تساوي الغاية من اليسار هذا ما يتعلق بالنسبة للمطلب الأول لكن يسأل الطالب يقول لو كان تساوت الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار إذن هنا الدالة تمتل الغاية عندما X تقترب من الاثنين ننتقل للمطلب الثاني ألا وهو بيجد الغاية عندما X تقترب من نين تقترب من واحد هنا ليس عند الحد الفاصل هنا نلاحظ هذا العدد هل هو يقع على يمين الحد الفاصل أم على يسار الحد الفاصل لاختيار الدالة المناسبة إليه قال استاذ الاثنين هو يكون أقل من واحد فرح يكون يقع على يسار الحد الفاصل فإذن الدالة مالتي هي 2-2X فرح يكون الجواب عندي مباشرة اختيار الدالة فهي 2-2X أعوض عن الـX بواحد فرح يكون الجواب عندي وهو الصفر لأن هنا الغاية عندما X تقترب من الاثنين يساوي الصفر هذا ما يتعلق بالسؤال الثاني ننتقل عزاء الطلبة بالنسبة للسؤال الثالث وهو لتكون F of X دالة مشتورة ذات تعريفين ذكر بيها X تربيع زائد أي لكل X أكبر من واحد وبي ناقص 2X لكل X أصغر من واحد وكانت limit X تقترب من واحد للدالة F of X موجودة وأن limit عندما X تقترب من سالب واحد للدالة F of X يساوي خمسة جد قيمتي أي وبي ينتمي لمن ينتمي لعرف واضح فهنا بالحالة عزاء الطلبة بالنسبة للسؤال لتكون لتكون نا لتكون هنا لنلاحظ دالة ذات تعريفين هذه هي الدالة فذكر يقول وكانت limit X تقترب من واحد للدالة F of X موجودة بما أنه ذكر لي هنا الغاية موجودة عنده X تقترب من واحد وهنا لنلاحظ الواحد هو الحد الفاصل هنا دايشير لي إشارة على أنه الغاية موجودة عند الحد الفاصل إذن بمعنى الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار تمام زين قال لي وقيمة الغاية عندما X يقترب من واحد للدالة F of X الشي يساوي يساوي خمسة جد قيمتي أي وبي ينتمي لعرف كيفية استثمار هذه المعلومات لإيجاد قيمة المجاهيل أو الثوابت اللي هو A وB فلو اللحظ A هو مجهول بدالة اليمين والB هو مجهول بدالة اليسار فهنا يحل السؤال بأكثر من طريقة لكن دائما نختار الطريقة الأسهل للي تستطيع توجد إنا أحد المجاهل أقول لك أنا عزيز الطالب مباشرة راح أخذ هذا المطلب فبشكل سريع Limit Limit X يقترب من سالب 1 للدالة F of X ويساوي 5 زين هنا السالب 1 ليس لحد الفاصل لكن علاقتها بالنسبة للواحد هو أقل فرح أختار الدالة اللي هي لتحقق مجاله وهي B B ناقص 2 X شو ساوي 5 فعندي قيمة X عندي الطرف الآخر يبقى عندي مجهول واحد وهو B وأستطيع أوجد قيمة B إذن وجدت مجهول بطرف من هذه الدوال المشطورة فهنا بهالحالة بالنسبة للسؤال أو اللجوء لطريق ثاني أو اللجوء لطريق ثاني عزاء الطلبة وهو هنا بهالحالة يمكن استخدام بما أنه ذكر حسب ترتيب معطيات السؤال بما أنه الغاية عندما X تساوي واحد للدالة F of X موجودة أي بمعنى الغاية موجودة تقترب من واحد فموجودة إذن الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار إذن هنا ننتقل عزاء الطلبة الغاية من اليمين تساوي الغاية من اليسار فهنا وجدنا أي بمعنى الغاية على يمين الواحد فالدالة مالتي هي X تربيع زائد A والغاية عندما X تقترب أيضا من واحد لكن من اليسار فالدالة B ناقص 2X نأوض تعويض مباشر مكان كل X بواحد لو لاحظ فأصبحت هنا واحد زائد A وهنا أصبحت B ناقص 2 بي ناقص 2 لو لاحظ فهنا رح أستطيع واحد شوف هنا مباشرة واحد زائد A يساوي بي ناقص 2 عملية رياضية بإجراء عملية أخلي المجاهل بطرف والإعداد بطرف فصار عندي A ناقص بي يساوي سالب 3 هنا أقدر أحددها صار بيها معادلة بدلالة مجهولين انتقل للمعلومة الأولى فهنا يستطيع الطالب يلجأ بيش بالتقديم والتأخير فلح يروح وين أستخدم المعلومة الثانية بما أنه ذكر الغاية عند X تقترب من سالب واحد قيمتها خمسة للدالة F of X أستطيع أستخدمها وأوجد قيمة المجهول B أرجع أعوض قيمة B بمعادلة رقم واحد أوجد قيمة A فهنا بالحالة عوضت عن الدالة F of X ألا وهي أقل من واحد فرح تكون B ناقص 2X أعوض مكان X بي سالب واحد رح يكون الجواب عندي بي زائد هنا لو لاحظ تصبح عندي زائد 2 يساوي 5 لاحظ إذن بي يساوي 5 ناقصا بإضافة النظير الجمعي للعدد موجب 2 للطرفين إذن بيش يساوي بي يساوي 3 نعوض قيمة B بمعادلة رقم واحد لإيجاد قيمة منه لإيجاد قيمة A إذن رح يكون عندي قيمة A اللي هو يساوي يساوي 0 هذا ما يتعلق عزاء الطلبة بالنسبة لمن بالنسبة للسؤال الثالث زي أما ما يتعلق بالنسبة للسؤال الرابع إذا كانت لمت الغاية عندما X تقترب منين تقترب من أي دل X تربيع ناقص أي تربيع مقسوما على X ناقص أي شو ساوي يساوي 80 جد قيمة A إذا كان A ينتمي المن ينتمي إلى R نزلنا سؤالنا بشكل كامل لمت X تربيع ناقص أي تربيع على X ناقص أي يساوي 80 نلاحظ هنا عنده تعويض عندما X تقترب من A بالمقام رح ينتج عندي المقام يساوي 0 وهذا لا يمكن بالنسبة للدوال يعني تصبح الدالة غير معرفة فهنا نجد الغاية يجب أن تكون الدالة معرفة بهذه القيمة زيان رح نسوي نلجأ أيضا لعمليات التحليل والتبسيط فهنا بالحالة لو عوضنا A رح تصبح A ناقص A رح يصبح المقام 0 هنا لمس عزيز الطالب بالنسبة للبسط نلاحظ البسط هو X تربيع ناقص A تربيع على وهو يمكن تحليل فرق بين مربعين فألجأ لتحليل فرق بين مربعين فرح يصبح A ناقص A A زائد X ناقص A وX زائد A مقسوما على X ناقص A يمكن إجراء عملية الاختصار والتبسيط فسوف يصبح لدينا limit X يقترب من A ل X زائد A يساوي 8 إذن هنا يمكن التعويض فرح يصبح عندي مكان X واستخدام خواص الغايات بشكل كامل وهنا غاية الثابت الثابت نفسه فرح يكون عندي A زائد A يساوي 8 A زائد A رح يساوي لي 2 A 2 A يساوي 8 إذن A يساوي 4 إذن وجدنا قيمة A و A كانت تساوي 4 هذا ما يتعلق بالنسبة للسؤال الرابع ننتقل للسؤال الخامس وهو جد قيمة الغاية وانتقلنا للدواء المثلثية جد قيمة الغاية للدال limit 1 ناقص كوساين X مقسوما على X تربيع عندما X تقترب من 2 عندما X تقترب من 0 تمام نزلنا الغاية وهنا ملزم عزيز الطالب بحفظ قوانين إيجاد الغاية للدواء المثلثية يعني هنا بهالحالة مثلا limit limit الغاية عندما X تقترب من 0 للدال ساين X على X ماذا يساوي سا 1 وهكذا بقية القوانين من قانون إلى قانون هناك اختلاف يعني هنا بالنسبة للسؤال limit 1 ناقص cos X على X تربية ماذا سنفعل هنا حتى أوجد الغاية لو ألاحظ لا يوجد قاعدة أساسية لإيجاد هذه القيمة فسوف أنتقل بقسمة البسط هنا سأضرب بمرافق المقام عفوا مرافق البسط عذرا واللي هو 1 ناقص cos X على 1 زائد 1 زائد cos X مقسوما على 1 زائد cos X نعم وبالتأكيد أحنا ما ننسى على أنه العنصر المحايد بعملة الضرب هو 1 إذن يمكن يمكن إيجاد أكثر من صورة للعدد 1 لكن نختار الصورة المناسبة التي تخدم بنسبة لحل هذا السؤال فأوضنا عن الصورة بـ 1 زائد cos X على 1 زائد cos X البسط بالبسط المقام بالمقام فرح يكون عندي 1 ناقص cos تربيع X هنا تحليل رجع عليه فرق بين مربعين فمربع الأول ناقص مربع الثاني فرح يكون 1 ناقص cos تربيع X على X تربيع مضروبا نبيش بـ 1 زائد cos X فرح يكون عندي بهالحالة زين أنا رجع استخدم القوانين فهنا رح ألجأ بقسمة البسط والمقام مقسوما على X تربيع فهنا رح أقسم البسط والمقام مقسوما على X تربيع من بعد تحويل 1 ناقص cos تربيع X باستخدام المتطابقات باستخدام القاعدة المثلثية من قاعدة فيثاغورس اللي هي sin تربيع زائد cos تربيع يساوي 1 ما ننسى فعدنا على أنه كل sin تربيع الزاوية يساوي 1 ناقص cos تربيع نفس الزاوية فعوضنا عن 1 ناقص cos تربيع الزاوية بساين تربيع نفس الزاوية هنا بهالحالة اللي ألاحظ البسط بتربيع المقام بX تربيع إذن رح أقسم البسط والمقام مقسوما على يمن مقسوما على X تربيع البسط والمقام فرح يكون عندي وأيضا استخدمت خواص الغايات وزعت الغاية على البسط والمقام فأصبح عندي limit ساين تربيع X على X تربيع وأيضا limit هنا X تربيع مضروب ب1 زاية كوساين X مقسوما على يمن أيضا على X تربيع هنا بالحالة يمكن اختصار لاحظوا يا عزيزي الطالب يمكن الاختصار بالنسبة للمقام أما البسط فرح يصبح هنا بأكثر من خطوة يقدر أقول هو ساين X على X الكل شنو الكل تربيع أو استخدام خواص بشكل كامل هنا لاحظ أيضا وزعت الغاية داخل القوس هنا هذا قيمته ثابتة حسب القوانين اللي هو الغاية للدلة ساين X على X عندما X تقترب من صفر هنا رح تكون قيمته جيد اللي هو قيمته 1 و1 تربيع رح يكون الجواب عندي 1 هنا رح نعوض مكان كل X باستخدام خواص الغايات وغاية كوساين أو وضعت مكان X صفر فرح يكون 1 زائد كوساين الصفر وكوساين الصفر قيمته 1 ف1 زائد 1 رح يكون 2 إذن الناتج النهائي هو 1 على 2 هذا حلنا بطريقة يمكن هناك أكثر من طريقة فمحتمل اللجوء لاستخدام طريقة ثانية للحل لا وهو أيضا استخدام المتطابقات استخدام المتطابقات عزاء الطلب احنا ما ننسى على أنه ساين تربيع الزاوية يساوي نالو اللاحظ نص مضلوبا ببيش بواحد ناقص كوساين 2 X هذا ما يتعلق بالنسبة لجزء من القوانين فيمكن استثمار واحد ناقص كوساين X باستخدام قانون النصف فهنا استطاعنا أنه أكتب ببيش بواحد ناقص كوساين X ب 2 ساين تربيع X على 2 زين أنتقل هنا من بعد ذلك لو ألاحظ هنا عندي تربيع وطلعت من خواص الغايات الاثنين خارج الجذر عفوا خارج الغاية فهنا بالحال يمكن توزيع الغاية هنا شو سيصبح عندي عزاء الطلبة لا لاحظ هنا بما أنه الزاوية X على 2 إذن هنا لازم أني أوفر نص فسوّت جبت نص وطلعت مقلوبة اللي هو نص أيضا فراح يصبح عندي ساين X على 2 مقسوما على نص أو X على 2 أيضا أو نصف X هنا أقدر أستخدم قاعدة أصبحت عندي جاهزة بالنسبة بقواعد الغايات هنا الواحد على 2 امطيت تربيع وطلعت خارج القوس واضح وزعت التربيع وهنا بالحال هذا قيمته اللي هو كله تقيمته واحد وواحد تربيع سيكون واحد هنا وزعت التربيع واحد على 4 إجراء عملية الاختصار سيكون الجواب عندي واحد على 2 أيضا بالنسبة لهذا السؤال نتمنى عزاء الطلبة أن نكون وفقنا بعرض الاختبار الأسبوع التاسع لطلبة الصف الخامس العلمي بالفرعين الأحياء والتطبيق ملتقانا معكم إن شاء الله في الأسبوع العاشر إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة